الصينية دي بجد اختراع متأكدة لما اتجربوها تعجبكم جدا جدا ومش هتاخد معاك في تحضيرها اكتر من خمس دقايه سهلة جدا جدا وطعامها بجد رهيب معايا الصينية بالشكل ده هبدأ احط كده فيها حوالي 700 جرام من اللحمة وعليهم بيضة واحدة بس ونص كباية من البقصمات الناعم معلقة كده صغيرة من بهارات اللحمة معلقة من الملح معلقة من الففل الاسود وهستخدم توم بدرة هنضيف كده برضو منه حوالي معلقة بالشكل ده وهضيف دلوقتي برضو عليهم كده معلقة من البصل البودر البهارات دي ترجع ليك ممكن تغير في البهارات براحتك خلاص على حسب ما تحبي ده على حسب زوئك ضفت كده معايا البصل البودرة والطوم البودرة وجميع البهارات اللي انا عايزاها هبدأ بقى قلب الخليط معايا كويس جدا بحس تتكون معايا اللحمة ايه كده زي العجينة هشوف دولات شكلها معايا يكون عامل ازاي ياريت لو وصلت للمرحلة دي ونسيت تحط اللايك اتمنى كده ادعمني بلايك حلو منك عشان وصفة توصل لكل الناس وصفتنا النهار ده سهلة وبسطة جدا يعني ولا تحمير ولا قلي ولا اي حاجة هنجيب الصينية اللي احنا نساوي فيها على طول ونبدأ نفرد فيها اللحمة معنا بالشكل ده مجرد مفاردت اللحمة معايا هبدأ اعمل لها شكل الشكل اللي انا هعمله ده على حسب اختيارك ممكن تغيري في الشكل براحتك خالص يعني هبدأ كده اعمل كرة من النص او فتحة من النص وبقى كده هعمل فتحة تانية ليه بقى؟ لان انا هحط اخدار في النص يستوي معاها بحيث تكلية كده مع الخضار هيكون طعمها حلوة قوي قوي تعملي جنبها بقى طبق رز طبق سلطة خضرة بصراحة وجبة سهلة وبسطة جدا يعني مجرد كده ما حطيتها تستوي معايا على النار بدأت تعمل كده رزة ابيض واعمل سلطة ما شاء الله كانت حلوة قوي ماخدتش معايا وقت خالص خلاص كده انا عملت الفراغ اللي انا قلت لكم عليه بأكد كده على اللحمة وبوسع مكان على قد ما قدر عشان احط فيه الخضار اللي انا هعمله دلوقتي شايفيت شكلها مشاء الله حلوة جدا جدا زي ما قلتلك الشكل اللي انا عامل ده ممكن تغيري فيه خالص اعملي اي شكل انت بتفضليه ممكن تحطي الخضار الاول وفي ايه اللحمة وممكن العكس زي ما تحبي اعملي براحتك دلوقتي معايا كده حبت بطاطس واحدة بس اطعتهم كعبات صغيرة وبرضو معايا فلفل الوان قطعتهم كعبات صغيرة ومعايا جزرية واحدة بس ومعايا بصلايا وفرمت معاها في الكبة حوالي فصين من الطو وهضيف دلوقتي عليهم ملح وفلفل اسود ومعلقتين من الزيت ونقلب بقى الخضار كويس جدا بالملح والفلفل الاسود اللي احنا حطينا ليهم تمام لو حابت غيري في الخضار انا براحتك خلاص مكنت تحطي كوسة مكنت تحطي فاصولية خضرة تحط اللي انت بتحبيه يعني مش شرط الخضار اللي انا استخدمت استخدم الخضار اللي انت بتفضلي هنيجي بقى في الفراغ ونبدأ نحط معانا ايه الخضار بالشكل ده الوان الخضار بصراحة جميلة جدا جدا وعايز اقول لكم طعم الصنادي بجد رهيبها يعجبكم جدا وزي ما شفتوا كده مش هتاخد معاكم موقت خالص وصفة للصيف حلوة قوي قوي كلنا بنبقى زهقنين وبيبقى الجوحر نعمليها سهلة جدا جدا لا هتحمر ولا هتقلي ولا فها زيوت ولا دهون كتيرة كل اللي استخدمناه في الوصفة معلقتين من الزيت مفيش اكتر من كده بنضيف بقى في الفتحات دي كمية الخضار بتاعتنا لحد ما نملى الخضار ايه في المكان كله وكده خلاص بتبقى الصينية بتاعتنا جاهزة كل اللي بنحضره بعد كده الصلصة اللي احنا نحطها على الوش عبارة عن ايه الصلصة دي بقى اول حاجة كده معايا معلقتين كبار مليانين من الصلصة بالشكل ده نحطهم معانا كده في اي حاجة متاحة عندنا عليهم كده معلقتين من الزيت وهنضيف دلوقتي كده عليهم ملح وهنضيف كده معانا رشة من السكر ودي بتعادل نسبة الحموضة اللي موجودة في الصلصة وعليهم كده نص معلقة من الزعتر ومعلقتين كبار من المية السخنة نقلب بقى الخليط بتاعنا كويس جدا وبعد كده نبدأ ناخده ونحطه على الخضار اللي احنا ايه حطناه في النص بالشكل هتشوفه معايا ده كده الصينية بتاعتنا يعتبر جازة معانا تمام كل اللي هنعمله نحن هغطيها معانا بالفيل وعندك بقى للتسوية طريقتين يعني ما تحطيها على البدو جاز من فوق مش هتاخد معاك تلت ساعة ويكون مستويها معاك تمام او طبعا تدخليها الفرن فانت طبعا ايه انت وراحتك زي ما انت عايز اعملي تمام فانا كده خلاص ضفت الصلصة بتاعتي وهبدأ اغلفها بالفيل وهدخلها الفرن اهم حاجة لو هتدخلها الفرن تدخلها على فرن ساخن عشان تستوي معاك على طول نص ساعة بالزبط هكون مستوي معاك تمام لو حابة تديلها لون على الشواية اديلها لون انا في المرحلة دي لما دخلتها الفرن عملت كده معاها رزة ابيض وصالة خضرها وده كده شكلها بعد مخرجت من فرن شايفين ما شاء الله شكل الصينية بيتكلم عن نفسه حلوة جدا جدا اتمنى فعلا تجربات واللي رأيكم في الكومنتات يهميني جدا جدا بكده فيديو النهاردة يكون خلص معنا اتمنى يكون عجبكم ياريت طبعا لو عجبكم لايك وشيل الفيديو بتاعنا واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة ومع ألف سلامة حبيبي